هذه الإيجابيات ونفرح بيها وندعمها أكتر ونطرح السلبيات عشان نتلفاها في المرات القادمة أنا أكلمتكم في مرات زنبابوي موراب زنبابوي كان منتخب زنبابوي فريق بيمثل المنتخب الأولمبي بعد تسريح المنتخب الكبير لمنتخب زنبابوي وفريق لسه بيتم إعداده من موليد 91 و92 و90 وكان بيهدد مرمى منتخب مصر في أكثر من كرة رغم أن احنا كنا بنلعب بثلاثة وراء النهاردة كان التهديد أقل ومنتخب نوعا ما أقوى شكلا من منتخب زنبابوي الجديد رغم أنه هو خسر في المباراة اللي فاتت أمام المنتخب الغيني 6-1 حقا للحق لابد أن نعترف أن الأول مرة في تاريخنا على ما أعتقد أن احنا نحصد في تصفات كاس العالم 15 نقطة من 5 مباراة يعني 5 في 3 بـ 15 فده شيء إيجابي جدا في ظل الظروف اللي بتمر بيها الرياضة في مصر وفي ظل الظروف السياسية اللي بتمر بيها بلدنا نمرة 2 في ظل أيضا الدوري الذي توقفه وأيضا الدوري اللي ملوش أي طعم ولا لون وبالتالي في ظل أيضا تغير شكل منتخب مصر من 2006 و2008 و2010 اللي عيبة الجمدة قوي 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 اللي قسرت الدنيا في الوقت ده واتكبرت ومازالت تعطي ولكن عطاها مزي قبل كت وبعض اللي عيبة بعدت وبعض اللي عيبة مصابة فهناك أحلال وتجديد فبنقول لبوب رادلي وجهازه الفني ألف ألف مليون مبروك على الوصول للمباراة الفاصلة ولكن الهدف اللي احنا حطينه قدام عينينا هو الوصول لكأس العالم لو خدنا 15 نقطة وجينا في المرحلة الفاصلة ما وصلناش لكأس العالم يبقى ما عملنا الحاجة لو خدنا 8 نقطة من 15 وروحنا في المرحلة الفاصلة وصلنا كأس العالم يبقى عملنا حاجة على فكرة الفريق اللي هيلعبنا الفريق اللي هيلعب مصر في المرحلة الأخيرة هيكون حقق نقاط أقل من المنتخب المصري لأن منتخب مصر هو أكتر منتخب على مستوى أفريقيا حصل نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم طيب الترتيب عندك المنتخب الجزائري كسب رواندا النهاردة ويعني الحمد لله وصل للمرحلة النهائية ليبيا يا رب تكون في الطريق مصر وعندك أيضا تونس وصلت للمرحلة النهائية وعندك أثيوبيا وصلت للمرحلة النهائية وعندك كوديفوار للأسف يعني على حساب المنتخب المغربي الشقيق وصل المرحلة النهائية فهنلاع فرقة إيه يا جماعة وانتوا فاكرين إما المنتخب مصري لعب الجزائر وناس قاعدت ترقص وتحتفل بعد فوزنا هنا في ديئة 92 بهدف العماد متعب والهدف ده أعاد الأمل وروحنا أم درمان كاتف مباراة ولا على أرض الجزائر ولا على أرض مصر ومصر أقوى ترتيبا وأقوى منتخبا والمنتخب الجزائري استطاعنا يفوز على المنتخب المصري كرة مالهاش كبير الأداء النهاردة أداء متوسط المستوى بدأنا المنتخب الموزنبيكو هو الأكثر سيطرة على وسط الملعب دون فعالية حقيقية على المرمى منتخب مصر بيلعب على الأد ولكن يحسب النهاردة أن المنتخب المصري يعني الفريق وما فيش مساحات زي مطش زنبابوي كده سواء من الفرقتين كان زنبابوي ومصر يعني كان فيه شوارع في زنبابوي ومصر أيضا كان فيه مساحات وما فيهش ضغط على الخص لأنه النهاردة تحس أن المسافات ما بين الخطوط بتاعت منتخب مصر قريبة من بعض فبالتالي ما كانش فيه فرص كتيرة للمنتخب الموزنبيقي تاخب مصر يمكن ضيع فرصة أولانية بمهارة عالية جدا لمحمد صلاح رأس واحد واثنين وحطها ضعيفة والهدف اللي تم إحرازه في الشوط الأول هدف رائع أبو تريكا أحمد فتحي محمد صلاح بيمينه اللي هي تعتبر عجزة يعني مش رجله اللي هي بيلعب بيها وبيتقلق بيها بيرهز هدف جميل جدا وهدف ملعوب وهدف جماعي وتقدمنا في الشوط الأول في الشوط التاني نزل المنتخب الموزنبيقي أكثر حيوية ويتمنى التعويض منتخب موزنبيقي خلاص هو خرج من التصفيات ولكن عايز بقى يمحي للصورة بعد 6-1 المدير الفني بتاعه الألماني تم يعني اقصاء ومشو يعني بالعربي بعد نتيجة 6-1 المدرب العام عايز يسبت وجوده عايز يتعين بقى يعني من خليها مدرب وطني موزنبيقي بقى فعايز بيقول للعيبة مويته نفسكه وطلعه وقده حاجة حلوة فالعيبة بتلعب بدون ضغوط حاولوا ان هم يتعادلوا مع منتخب مصر مع مرور الوقت تدى المنتخب يسيطر ويلعب بسات ويلعب أكتر من 10 و12 و13 باصة ولكن في النهاية الشيء السلبي جدا نحن وصلنا للمرمى بنوع من الثقة الزائدة ضيعنا فرص لا تضيع وعلى فكرة مع أي منتخب تاني غير موزنبيق كنا تعدلنا وعلى فكرة شريف إكرامي كان أحد أسباب التعادل النهاردة بالصدة اللي صدها العالمية صدة عالمية للشريف إكرامي تخش في أي حارس ولكن تحسب للشريف إكرامي امكان أنا بقى اعتبرها أحلى صدة شفتها للشريف إكرامي لغادي الوقت والصدة دي كانت أحد أسباب فوزنا الرئيسية لكن رغم تقلق أبو تريكا تقلق محمد صلاح لكن فرص غريبة محمد أبو تريكا ما تعودتش منه أنه هو يضع فرصة زي دي أمام المرمى وبيقوا على مهله وبيعايز يتأكده بتاعه في السماء هو نفسه ما صدقش نفس الشيء محمد صلاح عنده في بعض الأحيان اللمسة الأخيرة الطاتش الأخير اللي هو بعديه عايز يحط كرة بيطولها سنة فبتطول منه فبيقطع عليه الحارس بيقفل عليه الزوايا ورغم كده صنع أكثر من فرصة ويحسب له أنه هداف الفريق في التصفيات بخمس أهداف هو وسليماني لعب المنتخب الجزائري هما الأكثر تهديفا في جميع المنتخبات الأفريقية واللعيبة يعني تعال نشوف برضو يعني نتكلم على واحد واحد شيف إكرامي النهاردة تاني ماشي ليه بيثبت نفسه كلاعب أو كحارس أساسي في منتخب مصر في كلام من عصام الحضري بدأ الكلام هيرجع المريخ وممكن يرجع بس أعتقد حتى لو عصام رجع أعتقد وجود عصام مهم جدا بس أعتقد شيف يعني ابتدى يثبت رجله وابتدى يركب في الحتة دي يعني حتة دي ممكن تبقى بتاعته عنده بعض الأخطاء بس طبيعي جدا ده لسه بيبتدي عصام الحضري ما ابتدى برضو ما كانش عصام الحضري بتاع 2006 و2008 و2010 فشريف ابتدى يحط رجله بيتلافى الأخطاء مطش عن مطش عن مطش نروح لأحمد شديد إناوي مش وحش قدى اللي عليه بس أحمد مش ممكن ما يكونش اللاعب الأساسي في الحتة دي للمنتخب يعني يعني ممكن منتخب مصر يكون عنده حد في الباكليفت أساسي لأحمد شديد فكر برضو ضعف جسمه وضعف البنية بتاعته يعني ممكن يكون في حد أساسي في الحتة دي غير أحمد شديد ولكن حقاقا الحقاة بيقدي بصورة متوسطة المستوى أحمد حجازي بيلعب على قد اللعب لعب كويس جدا في الكرات العالية عنده مشكلة في الترنات نصرا لطوله وطول رجله فالترنات عنده بطيئة شوية وقل جمعة بصراحة قطر خيره صخرة الدفاع لغاية دلوقتي بيلعب لغاية دلوقتي أساسي في منتخب بلاده فده لعب برضو طموح وعنده إرادة ولعيب مهم جدا في الفريق حتى الآن نروح لأحمد فتحي أنا النهاردة أثقف لأحمد فتحي على أنه بقاله فترة كبيرة جدا ما بيلعبش بعيد عن فرمة المباريات الرسمية ورغم كده إما بيلعب مع منتخب مصر بيقدي إما نزل الشروط الثاني في مطش زنبابوي هنا في مصر فاكرين إما بدأ أحمد محمد ونزل الشروط الثاني عمل طفرة ومنتخب مصر طادعا وفوز إما بدأ المطش اللي فات ما كانش وحش النهاردة أعلى من مطش زنبابوي أحمد فتحي وصنع الهدف باقتدار وبيكمل وبيروح وبيعافر وبيوصل للمرمى وبيدافع أحمد فتحي راجل جدا جدا ولعب مهم جدا في منتخب مصر نروح لوسط الملعب النهاردة عمر السلية من وجهة نظري أفضل من النيني اللي لعب مطش زنبابوي عمر السلية آه ما بيلعبش في بازل بس هو أداءا أفضل من النيني في المطش اللي فات حسام عشور حسام عشور البعض بيقول هو مش دولي والبعض بيقول يعني لغاية دلوقتي لم يصل الفرمة اللي تخليه لعب في منتخب مصر النهاردة حسام عشور ما كانش وحش يعني أفضل مباراة أشوفها الحسام عشور من فترة رغم أنه كان بيزحلها كتير في الملعب ولكن طالما وسط الملعب ما رحتش كور كتيرة على أحمد حجازي وقل جمع وشيف كرامي فده يحسب للاتنين الوسط مدافع حسام عشور وعمر السلية أبو تريكا على يعني الأكثر خبرة عنده رؤية جمدة جدا للملعب بيعرف يشوف ويوصل اللعيبة للمرمى وده هو كان أحد أسباب الهدف الوحيد اللي أحرزناه من خلال رؤية لأحمد فتحي وحطها لأحمد فتحي اللي حطها من وانتتش على طول ومتأخرش وحطها أيضا محمد صلاح من وانتتش في المرمى نتكلم على أحمد عيد زاد أحمد عيد عن المطش اللي فات أفضل من المباراة اللي فات ولكن برضو لسه مش هو أحمد عيد أحمد جعفر كورة موصلت لهش كتير الشرط الأولاني ولكن أنا شفته في الشرط الأولاني في أكتر من كورة بيطلع بدماغه وبياخد الكورة بدماغه في أكتر من كورة بيحاول بيعافر ما شفتوش حل وما شفتوش وحش ولكن ما نقدرش نقيم رأس الحربة بدون إن الكورة ترحله أو يكون فيه كورة عرضية أو يكون فيه كورة خطرة على المرمى فبالتالي ما وستطلوش كور كتير عشان ممكن أحكم على أحمد جعفر شوت التاني حمد صلاح طبعا لعيب كبير كان مختفي نوع ما في شوت الأولاني ده طبيعي ومنطقي إن الفريق الموزنبيق يتفرج على المطش الأولاني بتاع زمبابوي اللي هو كان من أيام فاتت وأكيد شافه إن هو تقلق وأكيد شافه إن هو جاب هاتريك فأكيد كان فيه لعب ماسكو مان تو مان عشان كده ابتدى يبدل وابتدى يروح نحت الشمال في الشوت التاني عشان كان ممسوك بطريقة كبيرة جدا ولكن يبقى لعب كبير وستطيع أن يحرز هدف وستطيع أن يصنع أكبر من فرصة لزملائه نروح ليه تغييرات أحمد محمدي نازل أرفان مالوش نفس هقول لكم اللي ممكن يدور في دماغ أحمد محمدي أما أنا بلعب أساسي في فال سيتي وإذا كان بلعب الأحمد وأنا واخد أحسن واحد في الفرق في فال سيتي وأنا بقى لي 3-4 سنين بلعب في الشامبيونز ليج أي نعم بلعب في البريمير ليج ولكن دولة الإنجليزية دولة قوي سواء في الممتاز أو في الدرجة التانية وأنا لعب أساسي يعني أجي أععد كده في المنتخب والناس تقعد تقولي عليها إيه في إنجلترا وأنا بقعد احتيات فنازل الماتش الأولاني أرفان جدا وبيلعب في مكان مش في مكان وماتش زنبابو النهاردة نازل مالوش نفس كرة بتجيله الدور الإنجليزي ده أسرع دوري والأسرع الإنقضات على الخصم كرة بتجيله لسه بيوقف ولعب موزنبيك بعد ما يحطها من لمسة واحدة أو يتحرك معاها لسه بيوقف اللعب قطعها منه كذا كرة بساط بتطقطها منه يعني بيلعب على قد اللعب مالوش نفس يلعب أحمد يعني نازل وهو بيقول لا أنا معودش احتياطي نروح لتمساح تمساح ما عملش حاجة مع الزفار العماني يعني ما عملش الطفرة الفضيع مع الزفار العماني نمر اتنين تمساح مش وحش يعني بس هل في أفضل من تمساح يعني بوب رادلي مقتنع بيه تماما وعايزه تماما رغم أنهو ما بيلعبش والزفار ما عملش حاجة قوي يعني ومش هو في الفورمة المباريات اللي نقول اللي هي بتاعة المكان بيلعب في الداخلية في الدولي وجاب جنف الزمالك العالمي مش فورمته طيب بيلعب في الحتة دي طيب ما قعد أفكر محمد إبراهيم هل محمد إبراهيم فورمته أفضل من تمساح مش عارف يعني يعني اللي شايف كده بالعين وبيفهم كورا يقول لأ محمد إبراهيم أعلى في الحتة دي محمد إبراهيم طب أصلا تمساح أكثر خبرة لا ولا أكثر خبرة ولا حاجة اللي اتنين تقريبا زي بعض بل بالعكس محمد إبراهيم لعب في كاس عالم في كولومبيا تحت 19 سنة ولعب مع الزمالك في ماتشاط في أفريقيا كتير جدا ماتشاط تقيلة ولعب مع منتخب مصر بعض المباريات فبالتالي الخبرات قريبة بل بالعكس هو محمد إبراهيم بيتعرض لضغوط أكتر لأنه بيلعب في نادي جماهيري محمد إبراهيم اللي يتقال كده لا ممكن ينزل يكون بديل يعني في الحتة دي ويصنع الفارق محمد إبراهيم مش عارف في حاجات مستر بوب رادلي ما بنوع نفكر فيها احنا كجمهور وكمحللين بنوع نفكر كتير ليه بقى بنتكلم في ده يا جماعة لأن احنا داخلين على مرحلة فاصلة مش هنقابل زمبابو يا جماعة ومش هنقابل موزنبيق ومش هنقابل غينيا ومش هنقابل الفرق الضعيفة اللي كان حظنا كويس جدا ان احنا تقابلنا معها في المجموعة دي احنا هنقابل كودفار هنقابل نيجيريا هنقابل تونس هنقابل الجزائر انتوا عارفين ايه يعني دي الفرق اللي ممكن نقابلها ممكن نقابل السنجال ممكن نقابل مالي ممكن نقابل بوركينا فاسو يعني اثيوبيا صعدت يعني جماعة فرق تقيلة رايح جاي طب وهتلعب وهتلعب ماشي الاولين هنا ولا برا وانت في التصنيف التاني وانت هل ينفع تضيع الكور دي هل ينفع ان انت ما يكونش فيه تكتيك على اعلى مستوى في الملعب تعرف تقفل تعرف تهاجم امتى وتلعب على هاجمة المرتدة وسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم وازاي ترحل وازاي تتمركز في الكورة السابتة اللي بتكون خطيرة جدا يعني واحد زي دروجبة دا ولا ولا يعني انا ده الهدف يا جماعة اللي انت شفتوه بكورة هو احمد حسن كان ممكن يشوتها بص كان ممكن يشوتها بس حطها وهو كمان ده لعيبها على طول اما كورة كانت سريع لكن بصراحة في الشوت التاني بعض الفرص كاننا بنلعب في تأسيمة في الشارع في تأسيمة مش عايزين يجيب جون وكان ممكن كورة تترد علينا جون ونتعادل ونخسر كتير لو بتلعب بقى لو انت بتلعب بقى ساحل عاج او انت بتلعب مثلا نيجيريا تضيع تتعاقب على طول تتعاقب على طول يخش فيك جون على طول اقول لكم فاكريم فاكريم ملعبنا في الامارات مع كودي فور ماتش ودي مع بوب رادلي كنا مكسرين الدنيا او نص ساعة وعملين ضيعة جون وإيه وراحنا رفع شديد تاقيبا رفع الكرة رح بطريقة حطاها وتقدموا عالميين وما رحوش نحي تجون عندنا في تلات دقائق تاك تاك اتنين واحد كودي فور شوت التاني هاجمين ومكسرين الدنيا تاك 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 اربعة تاك اربعة اتنين يا جماعة احنا دايما بنفكر في المرحلة الاخيرة مش بنبص تحت رجلينا بنفرح ومن حقينا ان احنا نفرح ومن حقينا ان احنا ننبسط بس الانبساط هو ان احنا نصل للهدف احنا موصلناش للهدف واحنا خدنا ستيب او خطوة للهدف الاسمة وهو الوصول للبرازيل بنقول كويس جدا اللي انتو عملتوه خمس ماتشاط بص الفرص بص يعني ده معقولة انتو تتخيلوا ان دي ابو تريكا يضاحها هو نفسه مش مسد يعني المستغرب دي كات التاني يعني بصوا جماعة بص محمد صلاح عشر العشر عشر العشر عشر العشر ده محمد صلاح ولا شديد يا جماعة مهم يعني حطاه عشر على عشر بس ابو تريكا لا مش ابو تريكا اللي يضايع دي طيب علموه معنا كابتن سيد زكا كابتن دي او الف مغروكا كابتن